هذا وقد أفرزت الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو 90 مناخا واسعا من الديمقراطية أنهت الحكم الشمولي والتسلطي وأتاحت الفرص لأنشاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والدعددية السياسية وانتخاب الشعب من يمن يحكومه سواء في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو المحلية وحرية الرأي والتعبير 22 من مايو 1990 يوم مفصري في تاريخ اليمن المعاصر ففيه أعيد تحقيق الوحدة اليمنية بين شمال الوطن وجنوبه لتمتزج الجغرافيا والنسج الاجتماعي اليمني في ثوب الوحدة ومشكلا لنحمة الوطن الواحد هذه اللحظة التاريخية سبقتها إرهاصات عديدة قبل تحقيقها أبرزها توقيع الرئيسين علي عبدالله الصالح وعلي سالم البيض 30 من نوفمبر 1989 على اتفاقية الوحدة الاندماجية كضرورة حتمية لتحقيق الحلم الذي طالما رود اليمنين في شدري البلاد وقياداته وتوجت بالإعلان الرسمي للوحدة ورفع عالم الجمهورية اليمنية شامخا في سماي عدن الباسلة في 22 مايو 1990 واعتبار علي عبدالله الصالح رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض نائبا للرئيس يوم عظيم وتاريخي وأحمل أقواني وأبائي وزملائي في مجلس الشورى هذه المسؤولية التاريخية والذي بإكرار هاتين الاتفاقيتين يتم إعلان الجمهورية اليمنية يوم غد الساعة الثانية عشرة ظهرا ترتفع العلام عالم الدولة اليمنية على كل المؤسسات والآيهات أنها الخطوة الأخيرة خطوة المصادقة على مشروع دستوردولة الوحدة واتفاقية الوحدة فإلى المجل إلى العزة إلى الخلوج إلى الشموط إلى السموط التعددية السياسية والديمقراضية كفلها الدستور ومارسها اليمنيون في أول انتخابات باللمانية عام 1993 التي شهد لها العالم بالنجاح والشفافية بمشاركة أحزاب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح وثلاثة آلاف سياسي مستقل لتنافسه على ثلاثمائة ومقعد واحد بمجلس النواب في العام 1991 صدر القانون رقم 66 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ونصت المادة الثالثة عشر منه على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتصبح التعددية السياسية والحزبية ركنا من أركان النظام السياسي اليمني في ترجمة واضحة للمادة الخامسة من دستور الجمهورية اليمنية التي أكدت على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة السلميا وبفضل ذلك المناخ الديمقراضي بلز نحو 60 حزبا وتنظيما سياسيا يمنيا شارك معظمها في الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية بمرشحين لها ولتكتلاتها في البرلمان أو مرشح متفق عليه لرئاسة البلاد في العام 1999 جرت أول انتخابات رئاسية مباشرة وفاز فيها علي عبدالله الصالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لمدة خمس سنوات ليتم تمديدها بعد ذلك لسبع سنوات في عام 2001 وعيد انتخابه في ستمبر 2006 وحاز على ثقة 77% من أصوات الناخبين في الانتخابات الحرة المباشرة والتي شهد بنزهة العالم فيما بلغت منظمات المجتمع المدني أكثر من 14 ألف منظمة مدنية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى مضع العام 2015 غالبيتها تركزت أنشطتها في العمل الخيري والإنساني والنقابية وأتت كارثة 2011 التي جمعت المتناقضات فأتت بالحوثين شركاء الأخوان للسيطرة على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بمبررات وهية في العام 2014 وتقحم الوطن في حرب عبثية تنفيذا لأجندة خارجية في القضايا على مقاومات الوطن ومنجزاته التي منها الديمقرادية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والإعلام